طيب الإسلام لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هو قبل البعثة تربى صلى الله عليه وسلم في هذه البيئة وكان رغم أنه لم يجري الشعر على لسانه إلا مصادفة يعني كان كلامه أحيانا يصادف أوزان الشعر لكن بدون قصد وإحنا يمكن أن نتعرض للنقطة دي بعد شوية أفكرني فيها لأنستة النبي صلى الله عليه وسلم تربى في هذه البيئة فهو يقول أنا أفصح العربي بيد أني من قريش يعني كمان فوق الفصاحة بتعتي أنا كمان من قريش فهو متربي على تزوق الشعر زي ما أترابوا اللي هم طلعوا معاه يعني في التربية كانوا بيتربوا على تزوق الشعر كان يعرف صلى الله عليه وسلم الجيد من الرديء يعني يقدر هو ناقد أدبي عليه الصلاة والسلام بذوقه وبفطرته العربية حتى يعني بعيدا إذا غضضنا النظر عن مسألة الوحي والهبوة وغير ذلك لا هو كان بوصفه عربيا كان يجيد التدقيق وفهم الأسرار الموجودة في الشعر ومعرفة الجيد من الرديء لذلك هو حتى صلى الله عليه وسلم حتى بعد البعثة كان يستجيد الشعر ويستنشده ممن يحفظونا يعني سيدنا عبد الله بن عباس يقول أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه واستنشدني من شعر أمية بن أبي الصلت مئة بيت يعني مئة قافية وكل ما يقول قافية يقول له هيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هاتي ما عندك فكان بيستنشد هذا الشعر وكان يدعو لبعض الشعراء زي ما دعا للنابي غلجادي لما بيقول بلغنا السماء مجدا وعزا وسؤددا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرة فبيقول له إلى أين يا أبا ليلى من توصلت السماء هتروح فين؟ قال له إلى الجنة بك يا رسول الله قال له نعم إن شاء الله ودعا له بالجنة ودعا لسيدنا حسان بن ثابت بالجنة في أكثر من موضع وحتى من ضمن المآسر اللي رواها صاحب كتاب العمدة ابن رشيق القيرواني بيقول يعني من محاسن الشعر إن واحد زي سيدنا حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم شاعر الرسول ليس له في الإسلام عمل عظيم يحسب لما دخل فيه معركة ولا انتصر ليس له إلا الشعر ومع ذلك نال بهذا الشعر رضى الله ورضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له